لا يزال الطيران الحربي يواصل غاراته على محافظة إدلب حيث استهدف قرية أرين بي مما أسفر عن فقدان رجل لحياته وسقوط عدة جرحة كما قصف الطيران مناطق في محيط مدينة خان شيخون وقرية تلعاس بالريف الجنوبي بالتزامن مع تنفيذ ما لا يقل عن خمس غارات على مناطق في بلدة ترملة الواقعة بالريف الجنوبي الغربي مما أوقع أضراراً مادية في حين سمع دوي انفجار في منطقة سراق بالريف الشرقي لإدلب ناجم عن انفجار عبوة ناسفة استهدفت عناصر من هيئة تحرير الشام الإرهابية في منطقة تواجدهم على حاجزين قرب الأوتستراد الدولي مما تسبب بسقوط جرحاً منهم كذلك قامت الطائرات الحربية باستهداف محيط بلدة الهبيط وأطراف بلدة النقير بالجنوب الغربي لإدلب وإلى ريف حم الشمالي فقد تعرضت مناطق في بلدة اللطامني لقصف مكثف من قبل قوات النظام في حين عودت قصفها لمناطق في بلدة كفرزيتا وقرى الزكاة وحصرايا والصياد الواقعة في الريف ذاته دون ورود أنباء عن إصابات وإلى الجنوب السوري حيث دارت اشتباكات عنفة بين عناصر جيش خالد بن الوليد المبايع لتنظيم داعش الإرهابي من جانب وعناصر من الفصائل المسلحة من جانب آخر على محاورة في محيط منطقة حيط ومحاورة أخرى في حوض اليرموك بالقطاع الغربي من ريف درعة كما قصفت قوات النظام منطقة في أطراف تل محص قرب بلدة نمر بيري في درعة الشمالي بالتزامن مع قصف على مناطق في محيط وأطراف بلدة جاسم في حين استهدف النظام بعدة قذائف مدفعية مناطق في حي طريق السد بدرعة المحطة مما تسبب بوقوع أضرار مادية ترجمة نانسي قنقر